بواقع 20 حالة مرضية تسجل يومياً، تكشف تقارير الرصد اليومية في مراكز العزل بمحافظة أبيان عن تزايد أعداد المرضى المصابين بالكوليرا، معظمهم من المقيمين في المناطق الريفية ومخيمات النازحين. موجة الانتشار الواسعة للمرض هذه المرة تسببت في خلق حالة من الإرباك لدى التواقم الطبية، خصوصاً وأن تزايد أعداد الوافدين إلى المراكز العلاجية يهدد بنفاد الأدوية. بحكم الضغط على المركز، الآن محتاجين إلى زيادة في الأدوية وزيادة في الطاقم التمريضي، الأقبال الأكثر في المركز من الحصن وباتيس والروة، حتى الآن استقبلنا حالة جديد من ميكلان والديو. مكاتب الصحة في المديريات المتأثرة وصفت المرضى بالجائحة التي يصعب التعامل معها أو احتوائها، خصوصاً وأنها وصلت إلى برحلة متقدمة من الانتشار. وعلى الرغم من أن الوضع الصحي في مديرية خنفر بدأ أكثر تأزماً، وإعلانها مديرية موبوءة بعد تسجيلها أعلى نسبة في عدد الإصابات المؤكدة والوفيات، فالحال لا يبدو مغيراً في باقي المديريات. الوباء هذا انتشر بشكل كبير، والإمكانيات عندنا في المحافظة طبعاً نحن في سلطة محلية نبدو قهود كبيرة بغيادة الآخر المحافظة، ولكن بتعاون الجميع إن شاء الله سنتغلب على هذا الوباء، لذلك نحن نعول كثيراً على وزارة الصحة وعلى منظمة الصحة العالمية، وكذلك على باقي المنظمات التي لا تألو قهداً في تقديم الدعم الكبير لقطاع الصحة في محافظة أبيان. التقارير ذاتها تتحدث عن تسجيل المرافق الصحية في مديرية لودر وفي زنجوبار عشرات الحالات يومياً في مؤشر على خطورة الوباء الذي يواصل اجتياح المحافظة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر. طبعاً نحن في زنجوبار نعاني مثل ما تعاني بغيادة المحاجر في محافظة أبيان، عندنا كثافة عددية غير عادية في المحجر تتوافد من جميع مديريات محافظة أبيان. وصل العدد إلى حوالي ميتين وخمسة وستين مريض. الحمد لله تشافوا عدد كبير جداً من الوباء. عندنا سجلت ست حالات وفاة في المركز. عدم قدرة السلطات الصحية على احتواء المرض أو الحد من انتشاره، حتى بعد تخصيصها مراكز عزل علاجية تهتم بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، جعل الأزمة تبدو مضاعفة وسارعت إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى. الوضع الأزال عندنا بحاجة إلى التفاف الكل سواء منظمات، سواء سلطة محلية، محافظة، سواء سلطة محلية في المديرية. طبعاً الأخ الورق أبو بكر حسين سالم يولي كل جهده ويتابع يومياً الحالات مخلالة واصلة المستمر معنا. حالة طوارئ صحية معلنة إذن، تقول السلطات إن الإعلان وناقوس الخطر لن يغير من ذلك شيئاً. ما لم تقم السلطات الصحية في الحكومة والمنظمات الداعمة بمساندتها ورفدها بالمستلزمات الضرورية حتى تجاوز الأزمة الصحية والوضع القائم. ترجمة نانسي قنقر